في إطار خطة الدولة لتعمير الصحاري الشاسعة القابلة للاستصلاح وبالتنصيق مع وزارة الموارد المائية والرية نفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عددا من المشروعات التنموية منها الاستصلاح الزراعي من الدلتا وحتى بنسويف والمينيا ومحافظات الصعيدة مشروع مستقبل مصر لهدف رئيسي هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية متعددة وأيضا التنمية الزراعية اللي احنا النهاردة بصدد الحديث عنها فاحنا بنتكلم عن الأهداف فهو ده الهدف الرئيسي للجهاز ولتعظيم الاستفادة من المورد المائي والاستغلال الأمثل للمياه يعتمد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على الزراعة بأنظمة الرأي المحوري والرأي بالتنقيط والزراعة تحت الصوب بأنظمة وتكنولوجيا الرأي الحديثة تنمينا مسك قطاع بطاطس تمام والحمد لله يا رب العالمين البطاطس من أهم المحاصيل الاستراتيجية في العالم كله وبالنسبة للجهاز مشروع مستقبل مصر ده من بسم الله ما شاء الله من أول ما بدأ المشروع والناس كلها في زيادة جدا وفي زيادة انتاجية رهيبة بنختار الأراضي الجيدة اللي صالحة للزراعة ونبتدى نوزعها بعد كده بناء على التحاليل المية بنوزع تزرع بطاطس تزرع أمح تزرع شعير احنا بنزرع هنا محاصيل متعددة جميع أنواع المحاصيل طبيعة الزراع هنا العمل على الاستراتيجية زراعة الحبوب أهمهم الأمح والزورة والفاصولية والفلسطوية احنا بنعمله دورة زراعية طبعا للزراعات في أرض تصلح والمياه تصلح للزراعة البطاطس وزراعات الفلسطوية وفيه أرض تزرعون للزراعات البانجر والأمح والفاصولية وكده في المرتبة الأولى بالنسبة للمحاصيل الحبوب المحاصيل الاستراتيجية على رسوم طبعا في المقدمة محصول الأمح ومحصول الزورة الشامية ومحصول الفلسطوية وعباد الشمس اللي هي المحاصيل الزيتية والسمسم وفول السوداني أهم ما يميز مشروع مستقبل مصر في الزراعة هنا رقم واحد التربة خصبة جدا جدا خالية من الحشائش خالية من الأمراض رقم اتنين أن مصادر المياه عزبة مفيش ارتفاع في الأملاح بنستخدم هنا طرق الري الحديثة زي ما انت شايف حضرتك كده ده البيفوت من أحدى طرق الري الحديثة الغرض المحاصيل المتنوعة دي كلها سد الفجوة الغزائية وتصدير بعض المحاصيل والعمل عليه على توفير العملة الصعبة من بين جهود الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية ياتي ناشط جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كأحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية بمساحات وصلت إلى ما يقارب من 800 ألف فدان من الأراضي المستصلحة بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتقليل من فاتورة الاستراد